سنرى المزيد من السفرات العربية تفتح أبوابها من جديد في سوريا أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية بدمشق إعادة افتتاح أعمالها رسميا في سوريا دعما وتعزيزا للعلاقات الثنائية بين البلدين وأكد القيم بأعمال السفارة عبدالله الحريص في كلمة له خلال حفل استقبال أقمته السفارة بدمشق حرص السفارة السعودية على المضي قدما وبذل كل الجهود لتطوير العلاقات الثنائية بين بلاده وسوريا ستكون سوريا خلال الأشهر القادمة أمام مشهد دبلوماسي جديد وذلك من خلال إعادة فتح جميع السفرات والقنصليات العربية والأجنبية على الأراضي السورية تسعدني أن نعلن هذا المساء وبشكل رسمي إعادة افتتاح أعمال سفارة المملكة العربية السعودية لجمهورية العربية السورية وسنشهد عودة افتتاح كل السفارات العربية والأجنبية في العاصمة دمشق وبدون استثناء حضرت مجموعة من النجوم في سوريا حفل استقبال نظمته سفارة المملكة العربية السعودية في دمشق لمناسبة إعادة افتتاح أعمالها رسميا في سوريا أمس الأثنين